وإلى نيويورك حيث يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لمناقشة انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان وتنعقد الجلسة بطلب من الجزائر ريابة عن الدول العربية نصل لإيجاد موقع ملائم لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية السيدة الرئيسة أول ضحايا العنف هم المدنيون ولسيما النساء والأطفال وذوي الإعاقة والنزحين واللاجئين الذين يعيشون وضعا خطيرا من الهشاشة الهشاشة المتفاقمة وهذا ما ذكرنا به المدير راجا سينجام الوضع الإنساني في سوريا خطير والتمويل ضئيل المانحون ينبغي أن يفوا بوعودهم وذلك لتوفير الموارد المطلوبة لخطة الاستجابة الإنسانية والحد من معاناة المدنيين المساعدة ينبغي أن تعبر الحدود وخطوط التماس حتى تصل إلى كل من يحتاجون إليها كذلك ينبغي الاستجابة لحاجات الأسر وتوفير ردود لكل أسئلة الأسر التي اختفى بعض ذويها أخيرا وبالإشارة إلى ما قاله السيد بيدرسون نحن نؤيدكم ونؤيد جهودكم في الميدان إذ تسعونا لإعادة السلام والاستقرار لسوريا والمنطقة مجلس الأمن ينبغي أن يطلع بدوره حتى نجد حلا مستداما يقبل به جميع الأطراف شكرا للاكوادور الكلمة لليابان شكرا سيدتي الرئيسة نشكر المبعوث الخاص بيدرسون والمديرة جاسينجام من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على الإحاطتين القيمتين كما سمعنا من مقدمي الإحاطتين فإن الوضع الإنساني منفك يتدهور والعملية السياسية ما زالت تشهد مأزقا في غضون ذلك ترتفع تكلفة المعيشة ويشعر الناس باليأس وكذلك فإن الوضع الأمني الإقليمي يشهد تصعيدا خطيرا مما يصعب من التسوية السياسية دعونا ننظر إذن في الوضعين الإنساني والسياسي في سوريا أولا على الجبهة الإنسانية ذكرنا العرض الذي قدمه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالمعاناة الشديدة الذي يعيشها المدنيون إثر ثلاثة عشر عاما من النزاع هناك الملايين من الأطفال النازحين واللاجئين والمتسربين من المدارس هؤلاء هم مستقبل سوريا وينبغي أن يحصلوا على حاجاتهم الأساسية وعلى التعليم وأن يعيشوا في أمن وسلامة لا يمكنوا أن يعيشوا في خوف سبعون بالمئة من السوريين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا ملح وينبغي أن يتسنى لهؤلاء إعادة بناء حياتهم وفي هذا الصدد تشدد اليابان على أهمية تفعيل كل سبل إيصال المساعدات بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط التماس نقدر الجهود الجارية لتيسير وصول المساعدات عبر خطوط التماس ونرحب بالبعثة الأولى في هذا الصدد في دير الزور ولكن من المؤسف أن خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لا تحظى بالتمويل الكافي على الإطلاق الفجوى هذه السنة أكبر مما كانت عليه في السنة الماضية نحض المانحين على تقديم كل ما يمكن أن يسهم به لتلبية حاجات السوريين من الضرورة بمكان الاستثمار أيضا في التعافي المبكر لتحقيق الصمود وحتى يكون لدى سوريا الأساس المتين الذي تعيد البناء عليه لتحقيق الاستقرار والأمن في هذا البلد ثانيا العملية السياسية بقيادة وملكية سوريتين لم تحرص تقدما منذ اجتماعنا الأخير اللجنة الدستورية ينبغي أن تنعقد في أسرع وقت ممكن وينبغي للمجتمع الدولي أن يواصل دعمه العملية السياسية وفقا للقرار 2254 وينبغي موصلة جهود الوساطة الشاملة للمبعوث الخاص فادرسن لا ينبغي ادخار أي جهد لإعادة بناء الثقة بين الأطراف وستبقى اليابان منخرطة بشكل نشط في الجهود الدبلوماسية مع الحكومة السورية والأطراف الآخرين لتحقيق هذا الغرض من دون تسوية سياسية تواجه سوريا مخاطر كبيرة بالنجر في الأعمال العدائية الإقليمية وهذا ما شهدناه من خلال تفجير أجهزة الاتصال مؤخرا في لبنان فعدد من هذه الأجهزة انفجر في سوريا كذلك